لم يكن كيف نقوله رمضان و لم نقوله مملاحة لترافق الشريبة وقت راح اليوم سيكون هذه مني بيتزا بعدة أدواق معمرين بنا العجينة التي تجيب البطاطا المسلوقة نعتبرها من بين الوصفة الرائعة لنعتمدها في الحلوة والمالح قسمت حبيبة وهي سخونة زيت كاس حليب الخميرة والسكر والزيت وحبه ولاد الجاج ميكسيت كامل الخالد وفرقته لكي نضيفه مغرفة ملح واللم فارينة تماما على 59 سن يجب أن تحصل على العجينة تكون أطرية لا تتلاسق بكثير وفي الأخير سنضيفها مغرفة المارغارين ونعجنها قليلا نضيفها ترتاح مدة 40 دقيقة نشكل خبيزات صغارين ونضغط عليهم ونزيد نضيفهم يرتاحوا 20 دقيقة بالقاعدة الكاسة سنضغط عليهم كما هكذا لنضيف الحشو الذي يحبه نضيف الطرف كامل بالصفار ونضيفهم الزرارة ونضيفهم السوستوماتو ونضيفهم كرام خاشة الطوبيينج، الشادر، البصل، لانشواء، الفرامج، الفلافل وهذا هو شكل نهائي بعد أن تطيبتهم 12 دقيقة أعلى 120 درجة يجب أن تجربهم كما تعرفون بنتهم أضطروا سيدة سلام ممنظل تعمل تحريبا تحريبا أمين